شوفوا الغريب جدا في التصريحات اللي بعد المباراة من المدرب الجهاز الحالي لجهاز السابق الخبراء المراقبين لما ألاقي الإجماع على أنه الخطأ والخطورة جات من توقف الدوري وكأنه توقف الدوري كان بسبب ظروف قهرية حصل ظرف قهري فرض علينا تأجيل الدوري شي غريب جدا اللي وقفوا الدوري قبل كده بيشتكوا دلوقتي من توقف الدوري وبيأكدوا أنه السبب في هذا المستوى توقف الدوري ألاقي إجماع كابتن حسام البدري بعد المباراة توقف الدوري سبب التعادل أمام كينيا والإرهاق أصاب اللاعبين ده كابتن حسام البدري المدير الفن الحالي ألاقي الكابتن أسامة نبيه المدرب العام السابق في جهاز هكتور كوبا بيقول توقف الدوري أدرب المنتخب المصري نفس اللي احنا بنقوله ألاقي من المراقبين الكابتن ماهر أمام في الإزاعة توقف الدوري سبب للي حصل طيب يا جماعة نسمع الأول الكابتن حسام البدري كلامه كان إيه بعد التعادل مع كينيا أكثر من لعب في الفرقة في ناس لعبة آخر مباراة 24 الشهر اللي فات في ناس لعبة يوم خمسة زي لعبة الأهلي فالتواقف الطويل ده كان متوقع نحبه فيه صعبات طبعا في الملعب شوية ودي واضحة وفيه برضو حتى بعض المحترفين اللي ما بتشاركش بشكل مستمر مستمر أصل مسألة التواقف يا جماعة وإحنا هنا دي أحد أهم الأسباب واللي بنعملها بسهولة شديدة جدا ولا يعني ندرس تدعياتها السلبية فيما بعد هو الأهلي لما بيقول يا جماعة خالوا المصابة منتظمة هو عارف أنه حيكسب المطشط طبعا لا عارف أنه بيستفيد من حاجة طبعا لا لكن فكرة أنه أنا ده يعني وإحنا قلنا قبل كده في الألعاب الجماعية لما فرقة بتلاقي فرقة ماشي كويس هو الطايم آت معمول فلسفته إيه وقف يهمدك وقف الاستمراري بس لأنه بتأثر على الأداء زي ما تجون بيوع حتى لو وقفتها دقيقة ما البقى لو وقفتها شهر وخمساشر يوم توقع يا قاعي فريق أنت كمان أصل المشكلة أستاذ بريم أنت بتعدي ناسي النهاردة ما فهمش عشر اتنشر دولي أما حيرجعوا الفرقة دول حيرجعوا مرهقين منتشيين أو محبطين الاتنين زي بعض معنويا معنويا منتشيين عشان ترجعهم لحالة التركيز صعبة محبطين عشان ترجعهم لحالة الثقة مش سهلة وبعدين حيخشوا على فرقة منتظمة في التدريبات وهم عايزين يريحوا أنت اللي جاية اللي جاية أنا بقولك مش أفضل اللي جاية أسوأ اللي جاية بعد المتشات دي ما ترجع لعبة الدولية دي لفرقة عشان ترجع للحالة المنطقية اللي كانت عليها محتاجة ده غير الإصابات اللي لحقت بيك طب الإصابات خلاص ما حنقول الإصابات قدرية يعني فيه كل الأسباب اللي قلناها دي مشتركة لكن حنعتبر إن فيه إصابات قدرية طب حنعمل إيه حنعمل إيه للكورة المصرية كيف ننقذ الكورة المصرية يا أهل على فكرة مش عادي تكون متخصص أهل في الكورة يكفي أنك تكون مخصص إدارة يا سيدي أنك تجيب المتخصص في الكورة يحل لك يعني أنا لما أكون وأذكر هنا دكتور علي الدين هلال بالخير لما جاء وزير الشباب قالي يا جماعة أنا مش إدراكي والرياضة أنا إدراكي في الشباب أكتر ما إدراكي في الرياضة فاسمحوا لي إن أسألكم وكان بيسأل قولي الاختصاص ودي بعدين حقول لك من ضمن الحاجات اللي طورها لأنه سأل قولي الاختصاص وسعى إلي جهات المعنية فعمل حاجة في التشريعات بتاعت التسويق على الأقل فعايزين نعمل كده عايزين ما نكبرش عايزين ما ننتميش غير لبلدنا في اللحظة اللي إحنا مسؤولين عن كورة بلدنا روح عندياتنا كل واحد ينتمي لنا دي لكن وإحنا مسؤولين عن العمل العام ما ينفعش عمل العام يعني أنتمي البلدي الكابتن أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب السابق قال إن التعادل اللحظ اسم مع كينيا أمر طبيعي جدا لتوقف الدوري وقال في تصريحات خاصة لموقع كورة إنه توقف الدور الطويل أضر بلعاب المنتخب وقال بعد ما أفقد اللاعبي الحساسية المباراة الرسمية ده أثر على أداءهم أمام كينيا فما بارك النهاردة النهاردة برضو قدام جزر القمر قال نفس الكلام وأشار إلى قدرة الكابتن حساب البدري على مواصلة مشوار التصفيات بنجاح إن شاء الله كابتن مهر أمام لعب ومدرب الأهل السابق قال إن التجرب أثبتت إن المعسكرات الطويلة ما بتحققش أي هدف نسمع كابتن مهر أمام يمكن حد يسمعنا وما يوعدطلش الدوري تاني توقف بتاع الدوري طويل أوي يعني من ضمن السابقات اللي مر بها المنتخب الأول توقف الدوري أكتر من خمسين يوم ده ضعف ضعف من شكل وأداء المنتخب حتى في المعسكرات حتى في المورة التجربية طب هما المسؤولين ما كانوش عارفين كده إن إحنا يعني توقف الدوري هينال من تركيز وأداء المنتخب لا أكيد أكيد وإحنا متورسين الجزئية دي المعسكرات التعويضة المدى دي بتأثر بشكل كبير جدا على أداء المنتخبات فالتمال دي كنا بنقول المعسكرات القصيرة ده هي فيها أسبوع عشر تاني بكتير يحصل نوع من التأكلهم نوع من المعيشة بين الجاز الفني واللعابين الجاز الفني بين اللعابين الاستراتيجي اللي هو حيبدأ بيها مبراد كينيا بالنسبة للعابة المحترفين في الخارج حيبوا موجودين بالنسبة للمحترفين في الداخل حيبقى توقف الدوري السطرة قليلة كل ده كل ده كل ده معروف ومدروس كان بيساعدنا بشكل كبير جدا على تحية الهدف طيب هما طبعا السبب الواضح أستاذ إبراهيم اللي نقدر شارع عليه على طول التوقف التوقف ده بيعمل لي حاجات كتير الانتظام بيعمل لي حاجات كتير جدا بيعديلي بدني بيعديلي نفسي بيعديلي خططي بيديني فرصة كجازة أنا فني بقى أتابع الحالة الحقيقية للعابة المتخب وماخدش غير اللي أنا محتاجهم فعلا واخدش بيهم على المطشات عيدل اللي بيقيس على تجربة الكابتن الجوهر رحمة الله عليه لازم يعرفوا إن الكابتن الجوهر يستبدل الدوري بإنه عمل خمسة وخمسين مباراة دولية بالضبط تتعمل تاني زي دي لا الظرف يسمح ولا الإمكانية تسمح ولا هتلاقي فرقة لعبها لا وإنت دلوقتي بالضبط إنت دلوقتي العالم كله مرتبط بأجندة دولية مش هتلاقي حد يلعبك فأنت كابتن الجوهر يضحى بالأم عشان الجنين يعيش لكن إحنا عملين نضحى بالأم والجنين ما بيعيشي دي فكرة يعني عايزين مرة نكسب الأم والجنين يا أخوانا والدكتور عشان الأم تربي الجنين على الأقل يعني فدي تتعمل بسؤولة جدا والله إحنا نغمي عنا وننظم مسابقة ومنجيش نحيتها ترجمة نانسي قنقر